الكلور الى السائل الجلي خطأ كبير جدا وبأثر على طبقة الجلد وبسبب أكزيما لا يمكن معالجتها عند كثير من النساء لكن لازالت الكثير من النساء تعارض هذه الفكرة اليوم راح أحكي لكم عند إضافة الكلور الى السائل الجلي شو اللي بيصير بالضبط بس سيريد قالوا ما كامل تابع جاب الفيديو متابع الحساب وخليكم معنا عند إضافة الكلور الى السائل الجلي بيتكون حمض بيستطيع أن يخترق الجلد من خلال مساماته أن يرتبط مع الزيوت والدهون اللي موجودة تحت طبقة الجلد ويؤدي الى جفاف طبقة الجلد وتهيجها وتقشفها وممكن يؤدي الى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة على الجلد روحوا شوفوا كيف إدين الستات الكبار بتلاقيهم زي الجلد القرية جدا ما فيش فيها لا دهون ولا زيوت ولا ما يحزنون هذه واحد يبقى أولا جفاف طبقة الجلد اثنين تشقق طبقة الجلد ثلاثة الدهور علامات الشيخوخة المبكرة على طبقة الجلد وحدوث تهيج فيها الشغل الثاني القضاء على البكتيرا النافع الموجودة على طبقة الجلد ومن أجل حماية الجلد والجسم من الداخل لأن الجلد يعتبر أول جدار من جدار حماية الجلد والإنسان من المكاربات والشغلات الخارجية ضدنا أيضا بيدي إلى القضاء على طبقة الكيراتين اللي موجودة في مسامات الجلد وبالتالي بيحدث تقشف بشكل كبير جدا وبيحدث جفاف الشغل الأخيري أنه بيدي إلى القضاء على طبقة الكيراتين أيضا اللي موجودة في الأظافر وبيدي إلى تكسرهن وتلفهن بشكل مستمر عشان هيك ينصح مرة تانية بعدم إضافة الكلور إلى سائل الجلد لأنه ضار جدا بصحة الجسم وصحة الجلد اللي موجودة ياريت بس قبل أن تمشي عجب بالفيديو متابل الحساب تحياتي لك